في إطار سلامة القلب القلب السليم من صفات القلب السليم أنه ربنا بيقول إيه وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ بتكلم عن أصحاب الكهف وقال لنا في صورة القصص عن أم موسى لولا قربطنا على قلبها إزاي الإنسان يربط الله على قلبه يبقى عنده قوة عزيمة عارف حضرتك اللي اللي بيبني فيلا أصر فبيعمل بقى وسائل الحماية بتاعته عارف انت حضرتك بلدنا مصر المحروصة أنك تلاقي إزاي حدودنا متأمنة كويس حتى لا يتسلل عدو مش كده طب إزاي تأمن قلبك إزاي يبقى قلبك قوي وعندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى القلب عشان يبقى قوي انت محتاج حكتين اتنين مهمين قوي اللي هو الصبر واليقين اليقين قالوا عن اليقين اليقين هو الثابت الذي لا يقبل الشك يعني خلي عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه لله تبارك وتعالى يقول الله مقسم لنا من خشياتك ما تحول به بيننا وبين معصيك يعني يا رب اعطيني القدر الكافي من خشياتك خاف منك اللي يحول بيني وبين معصيك ان انا معصيكش مش مش معصيش ربنا لانه الناس شايفاني او لانه ابوي قاعد جنبي انا ما بعصيش ربنا لاني بخاف منه اه ده حاجة بقى ده مية مية ده ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك يعني يا رب اطيعك القدر الكافي اللي بطاعتي لك ترضى عني واذا رضي الله على عبد ادخله جنتك جميل التالتة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا انه اللي معاه يقين مش هيجزع مش هيتعب الدنيا مش هتبهدله يعني لانه هيبقى عارف ان كل شيء بقدر الله اليقين ده يا حضرات بقى اللي هو ثقتك في ربنا اللي هو ظنك بالله تبارك وتعالى لازم يبقى معاه صبر لازم يبقى معاه صبر عشان كده القرآن يقول وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا ائمة تبقى امام الائمة حضرتك تبقى امام وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون عشان كده جات القعدة بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين عشان كده الاتنين دول لما كانوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شفنا ان النبي اقوى من الاحداث كلها ازاي يعني في حادثتي الاسراء والمعراج قبل الاسراء والمعراج كان في ايه النبي اوذي ائذاء شديدا فذهب الى الطائف فآذوه في الطائف فراجع من الطائف فيرجع مكة فسيدنا زيد ابن حارثة زيد اللي هو مولى رسول الله اللي هو قادم رسول الله بيقول له هو احنا رحيم فينا يقول له رحيم مكة يقول له ازاي وقد اخرجوك هنخش ازاي احنا ممنوعين انت ممنوع انك تدخل فشوفوا اليقين بتاع سيدنا النبي لا تحزن يا زيد فان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا ما تقلقش ايا كانت المحن ايها المشاهد الكريم ايا كانت الابتلاءات والاحداث من حولك يقينك في اللي كبير اوي والله لما استحكمت حلقاتها فرجت والله هتفرج والله يا ربنا ما تخليش سهام الخوف تدب الى قلبك لا ما تخليش سهام اليأس تصل الى قلبك لا استنوا يا جماعة ربنا موجود انت مش شايف الاقتصاد والدنيا اقتصاد ايه وبتاق ايه عم ربنا حيأكلنا اطعمهم من جوعي وامانهم من خوف ازاي بس اصلي يا مولانا لو سمحت يا سيدي علمتوا ان رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي ولا تفرق انت متطمن اوي كده طبعا ليه متطمن عندي يقين في ربنا يا اخي عندي يقين في ربنا الحاجة التانية طب هو فين بقى فين اصبر يا سيدي على ان نصر الله قريب قريب قديه يعني وفي ناس كده تقولوا على ان نصر الله قريب اقولك امتى يعني الله نصر الله قريب امتى بالزبط فان مع العسر يسرا اه اني وقت الجرائي يا عم انت بتعني دني اصبر واعلم ان النصر مع الصبر اهو اللي يتسلح بالاثنين دول هيجي الربطة على القلب مش هيدب الى قلب بقى فزع وخوف وقلق واضطراب وهلع